على وقع الأزمات تصبح وتمسي إيران حيث لا شيء يتغير الفقر والبطالة يخيمان أكثر على طبقات المجتمع المتوسطة لسيما المعلمين والعمال هؤلاء الذين لم تعد تهبهم تصريحات شخص النظام الإيراني الذين يعيدون بكسب معركتهم في فيينا وانعكاس ذلك تلقائيا على الداخل مراهنة يؤكد تقرير لجامعة جورج تاون الأمريكية أنها خاسرة فمشاكل إيران بحسب التقرير أكبر من أن يحلها اتفاق في فيينا حيث شهدت البلاد خلال العقدين الماضيين تدهورا بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وبدلا من الإصلاح كان المحافظون دائما ما يذهبون للزاوية الأكثر تشددا ودفع الشباب للهجرة فحماية مصالح إيران الدولة والشعب ليست من أهدافهم بل الاحتفاظ بالسلطة وتحقيق الهيمنات على المنطقة ما فرض على مواطني البلاد أعباء ثقيلة من جانبها تشير المعارضة الإيرانية إلى تنفيذ السلطات في البلاد ما لا يقل عن 25 عملية أعدام خلال الأسابيع الثلاثة الماضية ضد نشطاء ومتظاهرين رافضين لسياسات النظام القائم هذا الذي تؤكد تقارير حقوقية تضاعف مدى لجوئه للعنف لا سيما مع مجيء الرئيس الحالي إبراهيم رئيس المتهم أصلا بجرائم حرب وبالعودة الاتفاق فيينا يبقى الفشل هو المسيطر على مسار المفاوضات مع تحذيرات وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين من أنه لم تتبقى سوى بضعة أسابيع لإنقاذه واستعداد بلاده للجوء إلى خيارات أخرى إذا فشلت المفاوضات خيارات يبدو أنها ستضع إيران على مفترق طرق مع فشل المراهنات على رفع واشنطن للعقوبات الاقتصادية ما يعني ضغطا أكبر على النظام الإيراني ليس من الخارج فقط بل من الداخل الذي يكتوي بنيران العقوبات وعنف النظام على حد سواء